موسيقى 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 بداية احنا اتكلمنا موسيقى على مفهوم الاس ويعني ايه الحاجات اللي احنا عايزينها في الاس النهاردة هنكمل شوية الكلام دوت برضو مع بعض نترى نتعرف على الاس بتاعنا ما هو الاس نقص الابل فهو تركيب الاس ما هو السيربس الذي يقدم هلي اذا استخدم السيربس وشكل الاس المفروض يكون عادي حتى الان نحن نحاول نوضح المفاهيم مع بعض لو انا هفكر في يوم من الايام اعمل الاس هاعمله اذا كنت في دماغي وأنا كيوزر برضو هبتدي استخدم الاس المفروض اكون عارف ايه هيقديم هو لي الاس بتاعي دوت من خدمات. وانا برضو كبروجرامر بكتب برامج اكون عارف ايه اللي بيفيدني بي الاس بتاعي دوت. وانا بكتب البرنامج بتاعي. كل ده المفروض يكون في بالي. فده هديني في الفصل ده. اول على شوية مفاهيم بسيطة. اولها نحن نتكلم على بتاع الاس بتاعنا. في كزا نقطة زي ما نشوف ده. فهنتكلم على اللي بيقدمها الاس بتاعنا. اللي بنخلالها اليوزر ممكن يتعامل مع الاس. الحاجة اللي ببعكها نتكلم بعد كده على او البعض البرامج اللي بيقدمها الاس لها برضو كممكن نستخدمها كيوزر عادي او كبروجرامر هو شغال بيعمل البرامج بتاعته. وفي الاخرى نتكلم على اللي ممكن تشوفها وانت بتحاول تصمم بتاعك. وبعدين هتكلم برضو على ازاي لما تيجي تصمم الاس تعمله ازاي ايه الطرق المختلفة. هتصمم الاس حتة واحدة ولا كزا حتة تعمله ازاي بالزبط. فده عايزين برضو نشوفه مع بعض. هيبقى هدفنا النهاردة ان احنا نعرف. السيرفزز بيقدمها الاس لليوزرز والفروجرامر طبعا. وفي الاخرى عايزين نعرف الاس بتاعنا. ده الغرض بتاعنا من الحضرة المهوطة. طيب. فلو بدأنا مع بعض الاول. خلونا نتكلم دلوقتي على السيرفز بيقدمها الاس طبعا. احنا تكلمنا الاسبوع اللي فات ان الاس بتاعنا ليه تلات اهداف اساسية. تكلمنا عليهم الاسبوع اللي فات. ومن ضمن الاهداف دين هوا بيعمل بيعمل اكسكوشن لليوزرز بروجرامز بتاعتنا. ده كان من ضمن الحقيقة حتكلمنا على الاسبوع اللي فات. فدلوقتي احنا عايزين نعرف. طبعا هو الغرض الرئيسي فينا يديني بيئة او انفرومنت اقدر اعمل منها فيها اكسكوشن للبروجرامز بتاعتنا. ده الغرض الرئيسي بتاعنا انا مفهوض اوصله. وانا بعمل او اس بتاعنا. يا طبع ايه. ايه بعد كده المفهوض نعمله. احنا ننفذ بروجرامز. مش كده وبس ننفذ سيرفز. او سيرفز يقدمها لي الاس. احنا اتفاقنا ان هناك هاردوير تحت. وفي يوزر يتعامل مع هاردوير دوت. ما يقدرش يوصل مباشرة عشان يوصل له لازم من خلال او اس. فالاو اس عشان يسهل الدنيا لليوزر دوت. ما يدينه شوية سيرفز او خدمات. الخدمات عشان يوصل لها لازم يطلب من او اس ان هو يدهاله. طيب وبعدين. الخدمات نبص عليها دلوقتي. يا طرى الخدمات عاملة ازاي. ايه شكل الخدمات تحت. ايه ممكن او اس يدهاله. انت توقعك اذا انت عايزي من او اس كيوزر. محتاج منه يديك ايه مثلا. تقدر تشغل البرامج. تقدر تفتح فايلز. تقدر تتعامل مع الديسكس بتاعتك او ال اي او. حاجاتي كلها صحيح. اشتماعك كل الكلام ده. فاننا نحتاجين من او اس التعامل انه يديني. او يوزر انتروفيس الاول. او يوزر انتروفيس ما اتقدر من خلالها اننا ادخل على السيستم بتاعتني او اس ستتعامل معه ايه؟ يجب ان يكون في اوزر انتروفيس الاول. هتتعامل مثل مع ال او اس ده. الا من خلال الوجهة التي تتعامل بها معك. حسنا. الحاجة الثانية. البرامج. انت عايز تنفذ البرامج. انت عايز تنفذ البرامج ازاي. او اس سيديك بقى لايه؟ ان امكانية ان انت. في برنامج انت شايفه ده عجبك البرنامج ده عايز تشغله. هتشغلوا كيف حد اتطاقنا في البرامجج تصل في сво загال? في عمل ويساعد الـ UserESS يُحق ويُحق ويُحقوه إمكانية設ي البرامج وقال сознته قرن البرور انتهي من نفس الآن that's a PyLife ليس جيدا هناك البرنامج في العالم يجب ان يبقى بالعتبر ، وهو يصبح進行 Kathryn- Straight and من أي إيطار التفاصيل وهيطلع أوتبط على الشاشة على أي حاجة على السكان على الأسف على البرنتر على أي إيطار التفاصيل في الأخير الموضوع أنت تحتاج إيطار التفاصيل وماذا فقط؟ غالباً أنت تعمل إيطار التفاصيل فالتفاصيل أيضاً كيف تفتح التفاصيل وكتب فيه وتقرأ منه هذا كلام من ضمن الأشياء المفروض فالتفاصيل يجب أن يتعلم الأسف يجب أن تعرفك كيف تعمل دلوقتي تتعلم أن تنفذ البرامج وتعرف أن تتعامل مع I.O. وتعرف ما تفعله ثاني وبعد ذلك تتعامل مع الموضوعات وفي النص المتشغل البرامج المختلفة التي تشغلها ليس بمعزل عن بعضها هناك بعض البرامج تشغلها تكون منفصلة عن بعضها ولكن هناك برامج تحتاجها تتعامل هل يحصل الكلام؟ هل البرامج الذي تشغل في السستر عندك تحتاج أن تنقل البرامج وبعد ذلك؟ هل يمكن أن تحصل شيئا؟ الذي يجب أن يكون هناك برامج حسنا، الأن يمكن أن يكون برامج تشغل هل يمكن أن تتعامل أو يتعامل ثم يكون هناك بعض البرامج ويأخذها منهم على العمل ممكن؟ ما يمكن أن تحصل؟ أعطي نظام حاجة تفتح الناحية عن كيف يفتح الناحية ويقول لهم نريد أن تشغل الناحية فهيمكن أن يكون هناك إثناء بينهم كيف يقول لهم أن يريد أن تعمل حاجة؟ ممكن أن تحصل في الغالي أيضا هناك برامج سيكون افترض أبسط مثالي ربما لديك سيرفر وبصدقات وقد تستوي على الناحية يوجد لديك شركة وشركة ليس بيكلمون بعض الاثنين واحد يبعط الديتا للتاني ويبعط الديتا للدواء لكن هذا على مستوى الناتورك على مستوى السيستم نفسه داخل الكمبيوتر بعض البرامج تفتح برنامج تاني لكي يفعله خدمة ويخلصها ويرجعها له تاني ويأخذ منه الناتج هل رأيتم في الورد انكم قد تعمل الامباد الابجكت التاني على الابجكت في الورد تضع الابجكت اخر مثلا فيزيو مثلا مثلا انت في الورد ممكن تضع برنامج صورة من الرسام مثلا تضعها وعندما تشغلها يفتح لك الرسام تضبط الصورة وترجع مرة تاني ترجع الورد ومرة تاني تتلقى الصورة هذا يجعله يحصل ويجعله يحصل ويجعله يحصل هذا كل موجود وبرامج تعمل بشكل كبير يعني اغلب البرامج تفتح برامج صغيرة يقول له اعملي الحتة فلانية ولا تطلع النتج ترجعه لي وهذا اسمها الكمنكيشن ونتعرف هذا الكمنكيشن بشكل موسع سواء بقى داخل نفسه او على الناتورك هذا بالنسبة الكمنكيشن في النهاية اي برنامج ليس بمعذر عن الأخطاء يعني مدام اعمل برنامج احتمال كبير لو انا كاتبه سليم ممكن يحصل متغيرات في السيستم ان اشغال عليه انا كنت بشغال ان هناك فايل فلاني هتعامل معه وجدت هذا الفايل بسبب ان اليوزر دخل انبوت غلط المفروض كان يدخل أركام فدخلها بشكل غلط فحصل اسم على سفر حاجات كثيرة ستحصل ممكن يحصل فالاو اس المفروض سواء مفروض 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 كل الكلام ممكن يحصل فالاو اس المفروض يعرف ويحاول اتعامل معه بشكل مناسب يبقى احنا دلوقتي الو اس لازم يقدم لي يوزر انتروفيس لازم باستخدام الوزر انتروفيس اقدر اعمل بعد كده اتعامل مع اي او اقدر اتعامل مع الفايلز واقدر اعمل البرامج اللي شغلوا بينها وبين بعضها في النهاية المفروض اقدر اكتشفها وتعامل معه ده من وجهة نظر اليوزر طيب يبقى اذا اليوزر محتاج كل ده من الو اس فالو اس يقدم كل السبب لكي يقدر اعمل الكلام لو جاءنا البصد من وجهة نظر الو اس نحن نريد ان تريد الو اس ليس مجرد ان يخدم الوزر وخلاص المفروض انه يتعامل مع الو اسم بحيث انه يجعله كفاءة في التعامل مع السورس بحيث انه يكون افشيانسي معنى اصح فعايزين بعض السبب او السبب التي يقدمها الو اس يجعلني ان يكون هناك افشيانسي في التعامل مع السبب ما هي الحاجات التي يقدمها الو اس او السبب التي يقدمها الو اس حيث ان يقسم من الآن اول حاجة اسمها رسورس لما تسمع كلمة رسورس يأتي في دماغك ماذا على طول سي بيو مماري اي او ديفايس اي حاجة جوة الكميوتر هذه السبب والسبب لا ينفع نهدارها فعايزين نعملها اللوكيشن اللوكيشن يعني ايه نحن نخصصها للبرامج هتعملها اللوكيشن اي كلام مخلص اللي عايز حاجة تدهالو ولا تضبط الدنيا وخليها تمشي مظبوط فلازم نعمل بشكل كويس بحيث ان نضمن كفاءة وعدالة توزيع هذه السورس على الناس اللي شغالة بحيث ان السلسة مشتغل بشكل مظبوط مش واحد عايز مثلا اجرامات اللي عندي واحد عايز واسيب الناس كلها تتفرج عليه لا مينفعش لازم يكون فيه عدالة في التوزيع فيه افشنسي في التوزيع الحاجة الثانية اللي هي اكاونتنج بما اننا خلاص بتشغل برامج وكده المفروض ان انا اعرف بقى دلوقتي البرنامج ده اشتغل قد ايه اشتغل على انهي اشتغل عليهم قد ايه والكلام ده كل يبقى عندي معلومات عنه طبعا اي او اس بيعمل الكلام لا تستطيع يعرف ان يقولك البرنامج الخلاني يستخدم المامري مثلا خد منها وقت قد كده ويشتغل على البرنامج وقت قد كده ويشتغل عمل كده وعمل كده كل الكلام ده بيعمل تسجل جوة او اس صحيح انت ممكن لا تشاهده بشكل مباشر لو افتحت التاسك مانجر في الويندوز ستجد لك بعض معلومات هذا البرنامج يستخدم قد ايه من المامري بيعمل ايه في البرنامج في البرنامج يشغل فستطيع تعرف كل الكلام الكلام مفيد في ايه ايه الفايدة بتاعته ممكن بالنسبة ان احنا كيوزرز عاديين نستخدم لابتوب او ديسكتوب ما يبانش بالنسبة لي المفهوم او يعني ايه لازمتها انا مجرد بس اعرف هذا البرنامج يشغل ايه بيعمل شغله مثلا مستخدم المامري ولكن في بعض الاوقات بيكون فيها الموضوع دروري جدا مثل الناس اللي هي بتشغل السيستم بتاعها بتأجره للناس مثل مين كده؟ واحد عمل السيستم بيأجره الناس يشتغل عليه مثال كده سيبر دي حاجة صغطوطها ممكن لو بنتكلم على كلاود كمبيوتر امازون بقى وناس الكبار و اي بي ام و ميكروسوفت ايجور والكلام ده كله الناس دي عندهم سيستمز كبيرة سيربر كبيرة المفروض بيحجزوا الوقت من الوقت السيربر ويشتغلوا عليهم ويتحسبوا بالثانية انت اشتغلت ايه؟ خدت اقدم المامري يحسبك على كل فتفوتك ويدفعك بالدولار لكن الناس الذين تستمز تستمز فالناس الذين يجب أن يعرف انت عملت ايه بالزبط وستخدمت ايه هذه من ضمن الأشياء يجب أن يقدمها لك يعني لا ينفع الناس اي حد يعمل اي حد يعمل ووالدنيا ماشية يجب أن يكون الكلام متزبط وفايد جدا ثالثة هي انا كاو اس بسمح ليك انك تعمل وبسمح له فلان يشتغل وفلان يشتغل ممكن على نفس السيستم كله في نفس الوقت بسمح له تشتغل البرنامج ويشتغل البرنامج يعني بسمح لبرامك تتالى تشتغل في نفس الوقت وبسمح له يشتغلوا مع بعض لو ما قدمتش حماية للحاجات بينها وبين بعض الناس مثلا البرنامج اللي شغل ده ما يخربش البرنامج اللي شغل ده هتلاقي الدنيا باظت يجي البرنامج يشتغل يروح داخل علمية ويتخرب كل الديتة بتاع البرنامج الثاني الدنيا باظت كده لازم يكون هناك حاجة تمنع الكلام لازم يكون اليوزر اللي داخل محمية محدش تاني ييجي وروح يعمل لك فيها ايه؟ فبعرض لازم يكون في ايه؟ حماية في الكلام يجب أن يكون هناك طريقة لتمنع أن يختارك البرنامج يبقى على الأقل فيه تحاول أن يتأكد أنك الشخص المسموح بك المسموح لي أن يدخل على هذا البرنامج يوجد بعض البرنامج تمنع أن أي شيء غلط يحدث في البرنامج تضمن لك كفاءة توزيع الموارد البرنامج وهذه هي الهيئة في توزيع البرنامج من ضمن البرنامج التي قلنا عليها للمفهود الوس الذي يقدمها الوس الذي يقدم البرنامج وهي تساعد الوسر وهي يوجد مفهود لكي تضمن مفهود ومفهود البرنامج هذا من ضمن الأشياء التي قلنا عليها كل هذه المفهود كدسائر التي تفعلها يجب أن تضمن كل هذا البرنامج ويجب أن تسهل الشخص المفهود يجب أن تكون هناك حساب أو حساب كل هذا البرنامج كما نرى كما نرى تحت الهاردوير فوق الهاردوير فوق الهاردوير تجد المفهود الوس ولكن هذا الوسر لا يعرف أن يتعامل مع المفهود المفهود ماذا يفعل؟ يجب أن يقدم طلب الأول أو كما قلنا يجب أن يكون هناك طريقة للتعامل ينفع أن تريد شيئاً من العميد الكلية ستذهب إلى المكتب ويجب أن تريد شيئاً ويجب أن تفعل أي شيئاً لديك مشكلة أو تظلم ويجب أن تقدمها الجامعة لك ويجب أن تفعل تظلم ولكن هل ينفع أن تدخل على الكنترول وتفتح الباب وداخل أرى ورقتك؟ أنا أقول لك أن تتظلم لا، ستقدم طلب الأول والطلب يتم النظر فيه ويتم قبول الطلب وبعد ذلك يأتي حد معك من الكنترول يرى لك الورقة هناك قصة تذهب نفس الكلام أنا أريد أن أعطيها لك ولكن لا تدخل ويجب أن تذهب واخذها لا، الدنيا تذهب بالتسلسل لذلك هناك ما يسمى System Calls System Calls وهي الطريقة التي من خلالها سأقدر أن أطلب هذا هذا حسناً أنا كيوزر سأقدر أن أدخل على System Call أو System Call لا، سيكون لديك أن تدخل معنا User Interface يمكنك أن تدخل على Surface بدون هذا الت looks تقدر أن تطلب Surface وبعد ذلك سأبدأ الـ OS ما تريد أن تمثل ويقوم بحسبت تجد نفسه هناك User Interface الذي يمكن أن من خلالها يتكلم O S بعد ذلك من الـ User ندخل على System Calls عندما يتحدث يتحدث يطلب منه مفتوحة مفتوحة تخلص وترجع مرة أخرى للمستخدام فالدنيا تذهب بالترتيب لكي لا يكون هناك دنيا مفتوحة أي شخص يفعل أي شيء هذه المستخدام كانت زمان كنا نضع لكنه ليس موجولة فهي تنظر بما أنه تدى لك والدن كان زمان في وجه الأساسس و تتأجر لك و ترجع له العمل و تضع له على أعلى و تحمله و ترجع له و تقول له بالتقوم عليه و تجد له و يأتي إلى واحد ثاني تساله و تضعهم جدا و تنضرهم كلا و يخذ منهم بالطلب ثم سأذه ثم سأتجه و يكتوح و يخلص و يأتي بعد نتغدها و تأخذ تريد کش لأنه كان الزمان لأنني لم يكن في زمان الدنيا مثل هذه نأتي الـ User Interface الـ User Interface مننا الذي يقدر الـ User من خلالها يتعامل أو يوصل لـ OS لديه ما يسمى Command Line Interface أو CLI وهذا أول شيء ظهرت وهذا أبسط شيء يمكن أن أحد يعملها وأي OS في الدنيا يجب أن يكون هناك Command Line Interface التي تستطيع أن تكتب الأوامر وتتعامل مع السيستم من خلال الكتابة ومن خلال الكيبورد تتعامل أوامر يبدأ يرد عليك وينفذ لك الأوامر هذا Command Line Interface بعض الأوقات تبقى جزء من الـ Kernel جزء من أساس الـ OS نفسه ومن النواة تبقى داخل Command Line Interface وبعض الأوقات تبقى Service مضافة للـ OS نفسه بحيث أنك تستخدمها وتغيرها وتجلب واحدة تانية لو أحبت فهيبع عندك سماحية أنك تشتغل أكثر من واحدة كما ترى في الـ Linux في الـ Linux مثلاً يوجد عندك Command Line Interface وهي ممكن أن تضع أي شيل كما تريد أحد يريد باش أحد يريد باش أحد يريد باش أحد يريد كما تريد كل أحد يرى الشيل المناسبة والملأملة التي يحب أن يكتب فيها الأوامر وهدفنا الرئيسي من خلال هذا Command Line Interface نحن نكتب أمر يبدأ أنه يعرف الأمر الذي تريد يبدأ أن ينفذه لك وتعمل بعد ذلك هذه الأوامر تتروح من مثل مثلاً أنت تريد أن تنفذ برنامج تكتب اسم البرنامج Enter يشغلك هذا البرنامج أو لو البرنامج تحتاج Parameters معينة ستعمل على Data معينة فتكتب اسم البرنامج وكذلك تدينه البرنامج التي تريد يبدأ يأخذ البرنامج ويشتغل ويأتي لك الأوامر بعد ذلك هذا الغرض الرئيسي من بعض الأوقات في هذه البرنامج نجد حيث اسمها Built-in Commands وحيث اسمها External Commands ما هو Built-in وExternal أحد يشتغل على الدوس قبل ذلك؟ أين الدوس؟ الدوس كان زمان ذلك عندما كنا صغيرين كان هناك حيث اسمها دوس أنت كبرتوا لم يعد فيه الدوس دوس فالدوس هذا كان عندما كنا لم يحصلنا كما صغيرين كان هناك أوامر داخلية وأوامر خارجية يعني أوامر داخلية يعني أوامر خارجية الأوامر الداخلي هو أمر مبني دوس أو دوس ما يسمى Command.com كان هناك فايل في الدوس اسمه Command.com عندما يتحمل هناك فايل أوامر تبع مثل Diar وشيئات مني أريد أن تنسخ فايل لا أعرف ماذا هذه الأساسية كانت تبقى ماذا 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 هناك ممكن أن تضيف أوامر ثانية من سماء external commands التي تضيفها وتزود الخدمات التي يقدمها لك Command.com وضع لها شرط أمر زيادة فيستخدامها تبقى هذه الأوامر عبارة عن فايل ثانية التي تضيفها وتنفذها وتعمل لك الشغل الذي تريد مثل المثال الذي نرى لدينا هذا الشمال خالص هذا ماذا هذا ترميل من أوبونتو في لينكس لدينا ترميل 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 خاصة بالأوبونتو هذا توزيع من توزيعات لينكس المشهورة شركة بريطانية اسمها كنونيكال هي التي تعمل الأوبونتو من أشهر التوزيعات وأسهلها لذلك لا تريد تعمل في الغالب ستعملها الأوبونتو حتى الأندرويد نفسه عندما تريد 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 يعمل 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 يدخل على موقع الأندرويد سيجد كما تنزل الاندرويد كما تنزل الاندرويد وكما تعمل وكما تعمل وكما تعمل وكما تريد تضع تجد تعليمات ليس ويندوز يجب تأتي نفسه على الوبونتو وتعمل على الأوبونتو في الغالب الأوبونتو مشهور ولكن لا تفكر أن تفعل هذا الاندرويد تأكد أن لديك وصلة النت سريعة وأن لديك مكان في الديسك لأنك فقط تنزل الاندرويد ستدخل لك مثلا ممكن أن تجد نفسك أن تنزل 50 جيجا مثل هذا والدنيا ستبقى حلوة جدا ولو أردت أن تفعله build بعد ذلك أريد أيضا أن يأتي 50 وزيارة فأنت أريد الدنيا ستبقى واسعة ما علينا هذا هو الترميل تكتف به الأوامر تتنفذ على الأطول لو هذا الأمر موجود يتنفذ لو هناك إررار يجب عليك الإررار على اليمين هنا تروني مثالين اثنين موجودين في الويندوز يوجد هناك حاسب الـ PowerShell موجودة في الويندوز ستجدها في ويندوز 10 موجودة ويوجد هناك المساعدة الموجودة من الويندوز من زمان أو موجودة في الويندوز يوجد هناك الأوامر كل هذه المساعدة للـ CLI هي تستطيع أن تفتحها تكتب الأمر بإيدك وتضع الـ Enter يتنفذ أحد يحب أن يكتب بإيده ما هي المساعدة؟ ما هي المساعدة من الـ PowerShell؟ هذا المساعدة للأديم التي تكتب الأمر العادية يضعوا سكريبت كثيرة جدا سكريبت كثيرة جدا سكريبت تستخدمها في تسهيل الشغل نحن كيوزر لا نأخذ مننا تجد سكريبت تدخل على السيروس وعلى شيء كثيرة جدا تستطيع أن تأخذها تستخدم السكريبت وتستخدم السكريبت وتعمل بها شغل كثير جدا ولكن في الشغل العادي يريد أن تدخل على فايل لا تفرق كثيرا لا تستخدم ما هي فائدة command line interface؟ ما هي الناس تحبها؟ ما هي الناس كثيرة تحب أن تعملها؟ ما هي الناس الذين هم الـ Advanced Users لا يحب أن تعمل بإيدها ممتاز ممكن أعمل ريموت أو أعمل ريموت كومنيكيشن أدخل على السيرفر أفتح ريموت سيشن وأدخل من خلال الـ Interface وأتعامل مع السيرفر أو الكمبيوتر أسيبه في البيت ومثلا أريد أن أدخل فتح ريموت سيشن وأدخل عليه ومنفذ قليلا فأعمل كل ما أريد وأقعد في أي مكان سيبقى أسهل لا يفتح لي GraphQL User Interface وكلام هذا كل شيء الثاني طبعا الـ GraphQL اللي هي command line interface بتقدم لي الخدمة أن تعمل باتش بروسسنج اللي هي أنك تضع باتش فائل أو تضع فائل تكتفيه قليلا أوامر والأوامر التي تحفظها وتقول أن تنفذها لي مرة يمكنني أن تعمل لك هذه الأوامر وعلى بعضها وعلى بعضها فتقدر تعمل مثل فتقدر تعمل حاجات كثيرة أبدا فمن خلال command line interface تقدر تعمل الكلام هذا الكلام في الـ interface العادي اللي هي GraphQL User Interface لا تقدر تعملها لا تقدر تعملها تقلق اضع اعمل والدنيا تبدأ ماشي واحدة واحدة لذلك الناس يحبوا يعمل ويحبوا السرعة ويحب أن يعمل شغل كثيرا لا يفضل هذا command line interface طبعا الحاجة الثانية احنا عرفينها اللي هي GraphQL User Interface كما ترى الشاشات قدامك تقدر تفتح هذا double click على هنا اسحب هذا وضع هذا هنا نفذ الدنيا سهلة جدا بالشكل فهذه هي User Friendly اغلب الويندوز من زمان جدا يقدم الويندوز واللينكس يقدمها ولكن الويندوز كان في الاساس كان مبني على command line interface كان اساسه command line interface وبعد كانت بنا فوقها ويطور عشان الناس يسهلوا على الوزر العاديين فعملوا الويندوز الويندوز اشهرهم الويندوز الويندوز الزمان بدأت تندثر الزمان من ضل الشهيرة جدا ليس تعدل ما فائدة الويندوز 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 هل يمكن أن اتعامل مع الOS بدون هذا ليس تحصل ليس تحصل ليس تحصل أو ممكن هناك انتروفاس جديدة مع وجود التلفونات والتابلت بدأت تطلع التوتش سكرين التوتش سكرين أصبح المفهوم مختلف يعني أن أنت تريد الويندوز لا تريد تريد تطلع نفسه الويندوز أصبح من الأسهل أن لا يوجد كيبورد فإن تكتب عليها فالأسهل أن تستطيع تسهل على نفسك الشغل أصبح بالصوت أسرع من الشغل الموس هذه ممكن أن نرى لكي نصل ونطلب الخدمات وقلنا الغرض الرئيس لكي نستطيع خدمات لكي نصل للخدمات وهنا يسمى System Calls System Calls هي Programming Interface التي ممكن من خلالها نصل إلى LOS هذا موضوع ما يمكنك لكم درس Assemblies يعرف موضوع System Calls سيفهمها جيدا System Calls عبارة أرقام يتعلم لكل رقم ويضع البرامتر بشكل معين ويضع ويضع البرامتر ويبدأ يجب هذا ليس سهل أن أكتب برنامج ويعيز أطلب موضوع سأقعد أحفظ لكي أفتح رقم 13 مثلا لكي أكتب رقم 20 لكي أكتب تمديل رقم موضوع مرهق لكي أفتح مثل سهل أعمل ما يسمى Application Programming Interface أعمل للOS بحيث أن تكتب البرنامج تستطيع من خلالها تصل إلى موضوع لكي أسهل لكي أسهل لكي أسهل كيف الآن هناك API لو استخدمتها هي نفسها التي تنادي على موضوع لكي أسهل 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 موضوع لكي أسهل الأشهر الإمشارات الموجودة في Windows هي وفي 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 جزء في الماك او اس برضو بيستخدم الحاجات دي . دي ، اللي هي ال API . حدفوك استخدم قبل كده في اي حاجة بالزبط . اي مكتبة تشوفها هي اعتبر بالزبط كده مسال ال API مثلا دي ستاندرد الAPI . تقدر من خلالها تقرأ من من فايل. علشان تستخدم من بتعمل انكلود لاو الاول عارفين في بتعمل preoccup будущ كذا علشان تقدر تاخد كل الاشخاص اللي جوا التستخدمها بعدي كان. ففي عندك في الحالة ديت مثلا اسمها read. تقدر انت في البريد كما تستخدمها ازا عملت. upload qué the file اللي هي جوا اصلا وتقدر تستخدامها وتدي له مثلا الفايل ديسكريبتور انت عايز تفتحه تدي له البفر اللي عايز تقرأ حجم قديم للفايل دوته مثلا الف بايت كذا تدي له الصيز بتاعي في النهاية هي يقرأ الكلام في استخدام الفنكشن اسمها الريد فنكشن دي اي بي اي هي نفسها لما تنادي عليها هي بتروح تنادي على سيستم كل مخصوص ووظيفتها انها سيستم كل نهاية تفتح الفايل وتقرأ وترجع لك الديتا فانت ما بتعملش مع السيستم كل مباشرة انت بتنادي على الابي اي والابي اي لانت رايحك هي اللي بتنادي على السيستم كل لان التعامل مع السيستم كل برضو مش بسيط هيبقى صعب انك تفهمه بسهولة فعشان كده نسهلك الدنيا تنادي عليها تديها البرامترز المطلوبة هترجع لك الناتج وخلص وتبقى انت كده خليت المشكلة عشان كده احنا بنتعامل مع مين مع الابي ايز بتاعتنا coaches عمو 이�حا هي عبارة عنه كما قلنا كل سيستم كل لها رقم بتعمل الوظيفة محددة سيستم كل معاجر الافتح الرقم الافتحة الرقم الافتحة اقطه قال يقفل الرقم الافتحة كل واحديته رقم ها لما يوجد لنا مستعد توفظ في النصب طبعا ستدخل على System Call ستصل لها كيف من خلال هذا الانتروفيس نحن عملنا في API و الAPI تندعي System Call من خلال الانتروفيس معين في هذه الحتة System Operating System كيف ينفذ لك الكود الخاص بال System Call أنا مثلا عندي أكواد كثيرة في OS هناك كود خاص بالحتي كيف أنت تطلب منه System Call ينفذ لك الكود المخصوص من خلالها يعمل جدول فيه رقم System Call التي تريدها و فيه الـ Function التي تعمل هذه أو الكود الخاص الذي يعمل هذه وفي هذا الجدول تبدأ أنت تضع الـ يضع كل System Call أرقامها و يضع هي موجودة أو يتنفذ الكود المطلوب لكي يتنفذ ساعة System Call Interface عندما تنهد على أي System Call يذهب أرقام الجدول يرى لك فين الكود الذي يتنفذ و ينفذ لك أنت بالنسبة لك كUser أو كProgrammer تكتب لا تدعب كل تفاصيل هذه لا تدعب بها كل وظيفتك أنك تنادي على API و تضعها ماذا في النصف لا أعرف لماذا علاقة بالكلام الذي فقط أن أعود الـ التي أريد تدعب نحن بوظفتنا كUser أو كProgrammer نستخدم ونمشي كما تقول لا تدعب بعد ذلك حسنا هذا المثال لما يحدث أنا كUser فوق كتبت برنامج نهاية فيها أريد أن أفتح فأنا هناك API اسمها تبع على الOS أذهب هنا في الحدة سيبدأ بعد ذلك نحن في الـ سيأتي من خلال من خلال الـ نفتح الـ الـ فنكلم لأن الـ برنامج سوف ندخل في كرن المود نحن عرفنا نجد لأن ننفذ الـ رقم الـ سأدخل في الـ سأجد هنا وننفذ الكود الموجود ونظر الناتج ونرجع الناتج سأبدأ سأبدأ الناتج للبرنامج وكذا هل أنت عملت يتحق لأن يتحق أن يتحق بسرعة لأن يتحق لأن يتحق من أن تشاهد يتحق يتحق الكاميرا ويجهزها لها خاصة ويعرض الصورة لها خاصة كل تحصل بسرعة لأن تحصل بسرعة لأن لا يتحق كثيرا يتحق كثيرا يتحق كل شيء يتحق لأن تصل مباشرة بسرعة لأن يمر كل الخطوات في كي تعمل ف تخدم printf printf عرض على الشاشة لها بسرعة مخصوصة لكن تتعلم printf تنادع فهي موجودة لابد وكذا أردت لكي تطيع البرامترا جديد وكذا 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 يبدأ ينادي على سيستم مطلوبة وكذا ترجع لك الحاجة على الشاشة وترى حاجة خرجت في الأخير لكن لم تدخل هذا الفاصيل ولكن أنت تريد تأملها كذلك تشتغل بالاسمبلي ولكن من هنا سيفضل يعملها لذلك الOS يسهل لنا الدنيا بقى الدنيا سهلة جدا سأنتظر الوقت وأنا سأتعامل مع الOS أقدر أن ندي على system calls كثيرة system calls تكون لها parameters أريد أن أعطيها شيء معين على أن الOS يضعني services من خلال system calls طبعا أو system calls في أغلب الأوقات تحتاج لما تنفذها تقول أن أريد أن تفتح الفايل الفلاني ستقول الفايل الفلاني أريد أن أقول لك مثلا عندما تكتب في هذا الفايل الديتاة الفلانية فهي parameters ستتمرر الـ parameters ستتمرر كما في system calls هناك ثلاث طرق أساسية يمكن أن نستخدمها في الحالة أول طريقة وأبسط طريقة أن أستخدم الـ registrers أن أضع الـ registrers الحاجة التي أريد أن أمررها للـ system call ثم أقول للـ system call اشتغلي وهتلاقي الحاجة التي أريدها في الـ registrers ونحن متفقين مع بعض من زمان على ذلك نحن كده قلنا لو أقرأ فايل مثلا سأضع الـ file descriptor في الـ registrers والـ buffer سأضع الـ pointerly في الـ registrers سأضع لك كل الـ parameters التي ستحتاجها كـ block في الممر هذا يمكن أن نتفق عليه وأبعث لك عنوان هذا الـ block الـ parameter ونحن نستخدم الـ stack هل تعلم الـ stack؟ طبعاً على الـ process وهكذا يسبب الـ stack وتشغيله في الـ organization سنستخدم الـ stack ونحن نضيف الـ stack ونحن نستخدم الـ ونستخدم الـ stack في هذه الممر في الطريقة التي تستخدمها في الطريقة الأولى نستخدم الـ registrers ايه العيب بتاع الطريقة الاولى والتي يخليها يعني يخليها نلجأ للطريقة الثانية او الثالثة عدد الريجسترس بالذات محدود والصائز بتاعها محدود فما نقدرش يتمرر كل حاجة انت عايزها في الريجسترس طيب فلو انت عايز عدد البرامترس كبير والصائز بتاعهم والديتا نفسها يتمررها كبير فصائدها فلازم تلجأ للطريقة الثانية او الثالثة في الحالة ده مثال لو انت بتمرر البرامترس للسيسم قل بتاعتنا من خلال الماموري حاطر انت تابل في الماموري اللي هو بلوك في كل البرامترس بتاعتك هنفترض ان البرامترس هنا بادئ بعنوان اكس يعني الاخس دوت هو عنوان البرامترس او التيبل اللي فيه البرامترس فانا دلوقتي عايز ابتدي اطلب سيسم قل معينة المفروض ان انا هخط عنوان البرامترس في البرامترس انما البرامترس نفسها كبرامترس موجودة فين في الماموري اهي واقلوا النادي على السيسم قل رقم مسلا تلتاشر هيروح هنا هيجي الاو اس يبتدي يشوف هو عايز ينفذ السيسم قل رقم تلتاشر هيبتدي يبص بتاعنا اللي هنا دوت على عنوان التيبل فين عنوان التيبل هي لقم اكس يبقى يروح للعنوان رقم اكس دوت ويبتدي يشوف فين البرامترس بتاعتنا يتعامل معها ويعمل المطلوب دي طريقة من ضمن الطرق اللي ممكن نوصل بها لخدمات او السيسم قلز بتاعتنا اللي بتوصلني للسيسم سيربسيس بتاعنا ما انت بقى مش انت اللي بتعملها الابي اي اللي بتعملها احنا متكلم بقى ايه يعني بتوصل في الاخر اللي كده انا في الاخر بتيجي الابي اي بتعمل القصة دي وتوصلك بعد كده للسيسم قل بتعمل الكلام الابي اي بتكون وصلت للحتة وبعدين عشان تدخل الموضوع انت بتشوفهش في الهي لفل العلمجز بتاعاتنا عشان انت متشوفش الرجسر اساسا بتتعامل مع variables على طول لكن في السي لتعرف انك ممكن انت تعمل حاجة اسمها register variable اساسا في السي بتقول ان عايز الـ variable a go register فانت ممكن تعملها فبتبقى يعني ممكن انت في الحالة تقدر تعمل حتى في السي كامل انت ممكن تتيجي وتقول ان عايز اكتب assembly وتقول الكود اللي جادة كله assembly في الجوه C نفسها وتكتب code assembly جوه C فانت ممكن تعملها عادي محدش يمنعك بس احنا باي متكلم على الـ average user مثل الناس العاديين انهم هم بمشي حالوي بعض الامثلة اللي هيا الـ system calls في عندنا في الـ windows واليانيكس بعض امثلة الـ system calls مثلا زي ما انت شايفين كرا على الشاشة مش ينقض بان نشتح كل واحد دي بعض امثلة يعني فيه عندك process control عايز تعمل process في عندك API في الـ windows اسمها create process بتنادي على system call اسمها create process تفتح لك تعمل لك بروسس جديدة مثلا او في عندك في الـ Linux اسمها fork عشان تعمل لك بروسس جديدة فدي بعض امثلة للـ system calls اللي موجودة عندنا في الـ windows سواء او الـ Linux والـ Linux وما شابههم system calls كتيرة جدا والتعامل معاهم البرامت بتاعتك بتحتاجه بشكل كبير جدا ف احنا زي ما قلنا احنا مش بتتعامل مع system call مباشرة بنتعامل مع مين مع الـ APIs والـ APIs بتسهل الدنيا خالص بديها الـ parameters بتاخد منها return values والدنيا بتبقى سهلة جدا تحت الكلام ده كله بيحصل بقى حاجات كتيرة الـ OS بيعملها احنا منشوفهاش في من ضمن الحاجات اللي بيقدمها برضو الـ OS بتاعنا هي اسمها system programs system programs system programs ما هيش services دي الـ services اللي نقولنا عليها اللي هي من شوية كلنا قلنا فيه ستة services خاصين بالـ user وثلاثة تانيين خاصين بالـ efficiency بتاعت الـ execution بتاعت الـ system عموما الأفيمة عندي شوية system programs بيقدمها لي الـ OS عشان تسهل الشغل زي مثلا لو الـ Windows بتاعب فيش فيه File Explorer هتعرف تدور على الفايل بتاعتك لو ما فيش فيه Task Manager مش طعب تشوف اللي بيحصل في السيستم ومين شغال ومين مستهلك موارد الـ resources وكده لو ما فيش عندك مثلا بعض بلحكة نود باد مش طعب تكتب حاجة وتخزينها وكده فده سوئات اسمه System programs شوئات program خاصة بالـ system كده انت بتحتاجهم عشان تسهلك الشغل شوية من ضمن الـ system programs حاجات خاصة بالـ فايل منيبليشن وينوز اكسبلور تشتريه الفايل تحط فايل تنسخ فايل حاجات خاصة لك ممكن تشوف الـ information معينة خاصة عايز تشوف الفايل ده موديفايد كل الكلام ده كل الكلام ده شوية system programs تعملك الحاجات دي من ضمن بعض الحاجات اللي ممكن تشوفها في بعض الـ لديك support لبعض الـ مثلا ممكن تلاقي عندك GCC compiler نازل automatic على طول فتقدر تكتب برامج بالـ واتشغلها automatic على طول مباشرة مش محتاج حاجة خالجات فبيديلك تسهيل لعملات الـ programming وكذا من ضمن الحاجات اللي بيقدمها برده انك تعمل أي برنامج تكتبه تقدر تعمله 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 تقدر تعمله وتحمله في بعض الـ system programs بتقدملك الحاجات الـ communications برده ممكن تلاقي برامج بتمكنك انك تدخل على النات تفتح تعمل كذا تتخطب مع حاجة تانية كل الكلام الـ system programs ممكن تشوفها برضو موجودة بالاضافة للـ background services اللي موجودة أصلا وأغلبك بتشوفوها كأشهر background services اللي موجودة جوه الـ windows زي الـ windows update فعندك surface شغالة دايما طول عمرها شغالة windows update بتعمل update للـ windows من غير ما تحس بتلاقي الـ windows عمل restart الواحد وعملك update automatic على طول بالاضافة الي طبعا الـ application programs اللي احنا كلنا عارفينها بقى شوية باومك كتيرة انت بتنزلها وتستخدمها دي كلها برضو programs خاصة عندك ترجمة نانسي قنقر